بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكالعادة نتناول في هذا البرنامج شرح الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في كتابه الصحيح من خلال شرح هذه الأحاديث وتوضيح أهم الأحكام التي احتوت عليها هذه الأحاديث ثم نذكر بعض الفوائد التي جاءت في هذه الأحاديث وكذلك نبين أهم مقاصد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن كثير بن عباس بن عبد المطلب قال قال عباس شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي فلما التقى المسلمون والكفار ول المسلمون مدرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة فقال عباس وكان رجلاً صيتاً فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة قال فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يَا لَبَّيْك يَا لَبَّيْك قال فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ وَالدَّعْوَةُ وهذا الحديث هو في كتاب الهجرة والمغازي وهو حديث العباس وهو في باب غزوة حنين فعن كثير أو عن كثير من عباس من عبد المطلب قال قال عباس شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان من الحارث من عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي لما التقى المسلمون والكفار ول المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار قال عباس وأنا آخذ بالجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة فقال عباس وكان رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك قال فاختتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث من الخزرج فقالوا يا بني الحارث من الخزرج يا بني الحارث من الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد قال فذهبت أنظروا فإذا القتال على هيئته فيما أرى قال فوالله ما هو إلا أن رماهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم وأمرهم مدبعا يوم حنين هي يعني مكان ومنطقة وأوادي بين الطائف وبين مكة وفيه وقعت غزوة حنين وكانت في شهر شوال في السنة الثامنة الهجرة يركض بغلته أي النبي صلى الله عليه وسلم يضربها برجله الشريفة لتسرع أكفها أي أمنعها أصحاب السمر هم أصحاب بيعة الرضوان وكانت يعني عند شجر من شجر السمر رجل صيت يعني قوي قوي صوت رجل صوت عالي قال له رجل صيت عطفتهم يعني إقبالهم ورجوعهم وقوله عطفة البقر تشبيه سرعة رجوعهم واجتماعهم على النبي صلى الله عليه وسلم بإقبال البقر على أولادها وقوله يا معشر يعني المعشر هم الجماعة من الرجال والدعوة في الأنصار الاستعانة والمنادى والمنادات لهم حمي الوطيس يعني اشتدت الحرب واشتدت المعركة وفي هذا الحديث يعني بعد أن أكرم الله عز وجل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما فتح مكة كان ذلك في العام الثامن للهجرة بلغهم أن مالك بن عوف النظري جمع القبائل الكافرة من هوازم وثقيف وتجمعوا في وادي حنين لمحاربة المسلمين هنا ندم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وجيشه المقاتلين ليتحركوا نحو تجمعات حنين هذه القبائل من الكفار وهنا يخبر العباس من عبد المطالب رضي الله عنه أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة التي سميت غزوة حنين وهو وادا بين مكة والطائف وراء عرفات وظل هو وأبو سفيان بالحارث ابن عبد المطالب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا آخر النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقه أبدا أثناء الحرب طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده بغلة بغلة ميضاء أهداها له فروة من النفاثة الجذامي وكان تابعا وأميرا للروم على من يليهم من العرب وعندما بدأت المعركة التقى المسلمون مع جيش الكفار كان قتال شديد وحمي الوطيس فولى بعض المسلمين من المشركين مدبرين وفي رواية البخاري أيضا ومسلم حديث البراء رضي الله عنهما قال خرج شبان شبان أصحابه وإخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح يعني هما ما هربوا لكن ما كان عندهم سلاح أو كثير سلاح فلاقوا قوما رماتا يعني كان فيه رمات من الكفار يرمونهم بشدة لا يكادوا يسقطوا لهم سهم جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقا ما يكادون يختؤون يعني من دقتهم كانوا يعني إذا إذا أصابوا الشخص أو رموا على شخص ما أصابوه في مقتل هنا شرعا فأقبلوا على هناك يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يحرك بغلته بسرعة إلى جهة الكفار وكان العباس آخذا بلجام يبغلته صلى الله عليه وسلم واللجام هو الحديدة التي تجعل وتكون في فم الدابة ف وكان أبو سفيان بالحارث ممسكا بركابه صلى الله عليه وسلم يعني تعدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومخافة أن يسقط النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نادى النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه وطلب منه أن ينادي أصحاب السمرة السمرة هي شجرة باعة تحتها باعة الرضوان يوم الحديبية وكانوا بايعوه على أن لا يؤفروا فنادى عباس وكان الرجل صيدا قوي الصوت قال أين أصحاب السمرة أي لا تنسوا بيعتكم وعهدكم ووفاءكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال فوالله لكأن عطفتهم أي رجعتهم وعودتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعوا صوتي بمثل عطفة البقر على أولادها يعني تشبيه مننا لشدة إسراعهم واستجابتهم لنداء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهذا النداء أثر فيهم وهذا الدليل على أن فرار المسلمين لم يكن بعيدا وإنما وإنه يعني لم يحصل الفرار من جميع وإنما وقع هذا ممن في قلبه مرض من مسلمة الفتح كما يقال من أهل مكة من الطلقاء وغيرهم وقيل من لم يستقر الإيمان في قلبه هنا لما سمع المسلمون صوت العباس قالوا يا لبيك يا لبيك أي استجابة بعد استجابة و سمعا وطاعة وكرروا قولهم يا لبيك يعني للتأكيد على ذلك وهنا استجابوا للنداء ونداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم واقتتل المسلمون مع الكفار وتحولت هذه الدعوة ونداء في الأنصار وهم أهل المدينة بعدما رجع المهاجرون فقال يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار يحثهم على القتال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث من الخزرج وكانت طبعا قبيلة كبيرة من قبال الأنصار وكانوا أهل شدة وأهل صبر فنوضي يا أبن الحارث ثم كرروا النداء من بعده وفنظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها أي كالمشرف يعني المتطلع من فوقها وقيل كالذي يمد عنقه ينظر ماذا حدث فقال هذا حين حمي الوطيس وفي رواية الآن حمي الوطيس ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار يعني تفاؤلا أو إخبارا قال انهزموا ورب محمد أي أقسمت لكم برب محمد أنكم انهزمتم يا معاشر الكفار وأيضا في رواية قال شاهت الوجوه وبفضل الله عز وجل انتصر المسلمون وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ضد هؤلاء الكفار طبعا بعد ذلك ثقيف وهوازن وهؤلاء يعني أسلموا هذا الحديث فيه دليل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا انه كان راكب بغلة راكب بغلة وليس حصان هذا الدليل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث فيه فضل ومكانت الأنصار رضي الله عنهم بس الله سبحانه وتعالى لنفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بعد البخاري صح والقرآن ترجمة نانسي قنقر